بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وارتوني حلقتنا النهاردة عن الفنانة عيدة رياض تحتفل هذه الأيام الفنانة عيدة رياض بايد ميلادها وهي إحدى النجمات التي قدمنا العديد من الأعمال الفنية المتميزة والتي تعتبر علامة في تاريخها الفني عيدة رياض تزوجت في بدايتها الفنية من المطرب محرم فؤاد وانفصلها في أواخر السمانيات بعد فتر الزواج استمرت حوالي أربع سنوات وذلك بسبب رغبة محرم فؤاد في عدم استمرار عيدة في التمثيل وذلك وفقا لما صرحت به عيدة في أكثر من لقاء تلفزيوني الفنانة عيدة رياض قالت خلال لقاءها في برنامج بالألوان الطبيعية أن قصة زواجها من الفنان أحمد بدير هي عبارة عن شائعة لا تمط للواقع بصلة مؤكدا أنها دائما كانت تتعرض لتلك الشائعات أما في أوال 1982 كان عام سيء جدا على الفنانة عيدة رياض حيث تومت في قضية أداب أطلق عليها قضية الكمبرس حيث تم القبض على عيدة رياض مع ستة فنانات كنبرس منهن الفنانة ليلى يوسف وعقبت المحكمة عيدة رياض بالحبس لمدة عام وذلك بتومت ممارسة الرزيلة بأحد الأوكار بحي مصر الجديدة تم إداء عيدة رياض بسجن القناطر لمدة ثلاث أشهر قبل أن يتم منحها البراءة من محكمة مستنف الأداف في 24 فبراير سنة 1983 بعد أن تأكدت المحكمة من الزج بها في الاتهام على غير سند منها الواقع أو من سند منها الحقيقة كما أقم زوجها المطرب محارم فؤية حفلا بعد تبراءتها ليؤكد ثقته فيها عيدة رياض بدأت حياتها الفنية في الفرقة القومية للفنون الشعبية كان عمرها في الوقت دواء 15 عام أصبحت الراقصة الأولى وعن طريق الفرقة بدأت الانطلاق تعد من الفنانات القلائلة التي احتفظنا بشعبية واسعة رغم تقدم لهم وذلك باختيار الأدوار المناسبة على رغم من ملاقمتها لأدوار سيدات أصغر عمرا وذلك لما تتمتع به من جمال وجاذبية أما عن أهم أعمالها الفنية عمود فاري أبو الأريف المهرجان 8% بدأ الفائد وملك وكتابة وفيلم خلط فرنسا وشراف قتل وأيام الشر وانتقام امرأة ولعبة الأيام والسياسي والكتكات والطعن الأخيرة من أجمل المسلسلات اللي شاركت فيها عيدة رياض الأب الروحي الأسطورة صندوق الأسود وستائر الخوف وكمان ليلة الحلمية الجزء السادس وأرض النعام وشارع عبد العزيز والقاصرات وباب الخلق والبانسيون ومنتهى العيش وكمان من أجمل أدوار اللي قدتها في المسلسلات من درها في مسلسل المال والبنون في الجزء الأول والثاني وأيام من الماضي والبحث عن الزمن الآخر والشاهد المر عيدة بتبلغ من العمر الآن 66 سنة اسمها الحقيقة عيدة رياض راغب شحاتت ولدت يوم 23 ينايس سنة 1954 ودي صورة معنا النهاردة من الجريدة اللي تم فيها إعلان خبر زواج الفنان محرم فؤاد عن فنان عيدة رياض الخبر ده طبعا بقاله سنين تعالوا نشوف الخبر كان بيقول إيه في الوقت ده بيقول أخيرا تم عاخد قران الفنان محرم فؤاد عن فنان الصعيدة عيدة رياض وقد احتفل العروسان منذ بضعة أيام بزفافهم في لوسر وأسوان بفندق مريديا وكان المطرب الأسمر قد عاش قصة حب مع الممثلة الصعيدة الشديدة الشبه بالنجمة فردوس عبد الحميد استمرت طوال الأشهر الماضية وبكده أنا أعرض لكم الخبر اللي اتماشر في الوقت ده فترة زواج الفنان محرم فؤاد من الفنانة عيدة رياض ودي كانت تفاصيل خبر زواجهم وبكده الخبر يكون انتهى معنا النهاردة قبل ما تمشون تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لقناة ياسمينة اليوتيوب لو أعجبكم الفيديو علشان طبعا يوصلكم أي جديد من قناة ياسمينة اليوتيوب وأي خبر جديد إن شاء الله